كما تخلونا نقرب من الصورة للدكتور محمد سلامة أستاذ أمراض نسا وتوليد خلينا قبع على الجنب دلوقتي كأستاذ نسا وتوليد هل تابعت أو بعلمك وبالمؤتمرات والندوات وأنا عارف أنتوا بتسافروا كتير في العالم كله هل ده شيء طبيعي بيحصل في العالم والله حضرتك فجأت بأن فيه مصر حد بيعمل حاجاتك والله يعني هذا الأمر زي ما بيحكي الدكتور عمر والدكتورة بيقول تصليح آثار الختان لو جينا نعرف ما هو الختان هو بتر للأعضاء التناسلية هذا البتر له درجات ثلاث بتر البزر وبعد كده بتر الشفرتين وبعد كده البتر الكل مع الخياطة اللي بنقول عليه الفرعوني أو السوداني الفرعوني أو السوداني في الدلتة مش موجود نهائي ولكن موجود في النوبة ومناطق السودان وإثيوبيا وأغاندا وليس له وجود أريتريا وليس له وجود في مصر عادة الختان هو لازم نقول للسادة المشاهدين أن بعد الختان بيتم تقيط هذه المنطقة بالكامل ولا يترك منها إلا مكان لدخل الحمام ولا يفتح هذا الخيط إلا مع الجواز هو ده دليل الشرف عنده لا لا يفتح إلا مع الجواز الله يعزك السيدة تكون برفع التاج الجلدي اللي هو متخيط ده علشان يتمكن من العلاقة الحميمة ولكن بيفتح في الولادة الطبيعية وفي معتقد عند السيدات بالذات الأفارقة أنا اتعاملت مع ناس كتير منهم منهم سفيرات لدول كانت وقت الولادة تطلب مني أن أنا الانفيبيوليشن ده أقصه وخيطه تاني دي معتقد غريب وسفيرة يعني طب إيه الأثار المترتبة على عملية الخيطان دي التي يمكن إصلاحها بعملية أخرى سواء كانت عملية تجميلية أو عملية ترميمية أو غيرها أولا الخيطان ليس له لداعي طبي وليس له أساس في الشرح لا في الإسلام ولا في المسيحية دكتورة مشكورة بتقول أنها اشتغلت في السعودية وشافت حالات زي دي كل دول ناس مهاجرين لكن الخيطان كعادة لا يمارس في السعودية ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خدت بناته أو في كلام وده متفقين عليه وبنحارب بيه زيارة الخيطان بس إيه يا بقى الأثار يا دكتور الأثار فيه بنقسمها لثلاث مجموعات أثار مباشرة أثناء الحكاية دي لأنها بتتم في أطفال وأعتقد السئن أنه لما صورت في الحالة كان في منتهى دعاية سيئة جدا جدا ضد الشعب المصر وفي أطفال ماتوا أولاد وبناتوا وفي أمثلة كتيرة أو في الشرقية أو هنا وفي الغربية ماتوا من أثار النزيف دي أثار مباشرة في أثار نفسية ده جرح عميق بينمو مع الطفلة وبيبقى راسخ هنا في الزهن السؤال المهم فيه طبعا بيحصل زي بنقول عليها كيلويت أو التقامات جلدية غير طبيعية دي بتمثل ألم عند اللمس موضعي زيدي على هذا أن كان فيه كلام شايع كتير جدا أنه يقلل من الرغبة في العلاقة الحميمة أو السعادة بين الزوجين حقيقة الأبحاث بتوعز ملأنا أثبتت أنه لا يوجد أي علاقة بدليل أن المتأسف يعني معظم اللي اتقابد عليهم في أماكن غير طبيعية مختنات ولكن لأن مركز الإحساس بالمتعة مرتبط بالهو بس أماكن غير طبيعية ده مش معين فالص للمتعة أصلا إذا كان بمقابل أجر فهذه وظيفة أقدم وظيفة في البشرية حقيقة يعني متأسف يعني أنا ذكرت المثل السيء ده ولكن من الناحية العلمية الإحساس اللي هو الأرجاز النشوة الجنسية ليس لها أي علاقة في المختنة أو غير المختنة لأن ده رضا نفسي مركزي متعلق رضا نفسي يا دكتور أنا آسف جدا يا كريم ولما أنا علشان حضرتك بتهد نظرية كاملة فيبقى الختان زي عدم الختان في المسألة تتساوى لا لمس ليه تأثير لمس الشعر ليه تأثير يا فندم فإذا كان بتشيل منطقة إحساس من المرأة في علاقتها بالرجل هتحتاج إلى جهد نفسي وتركيز متأسف أنا ما بقولش المعنى ده هناك يعني عملية العلاقة الحميمة لها أربع مراحل تمام في الإعداد الإعداد اللي بيلزمها اللمس ودي ممكن تعدي وبعد كده في مرحلة تانية بينتهي كله بالشبك الجنسي أو انطلاق الشهوة بلا شك للبزر اللي هو العضو التناسولي في الأنسة اللي يقابل عضو الرجل دور مهم جدا جدا في هذا الموضوع إذا الترميم في هذه الحالة يمكن أن يعيد أو يقرب الحالة إلى طبيعتها ولا هذا مستحيل ترميم ماذا يا أستيسخي؟ ترميم البزر ترميم الشفتين القطع الدرجة الأولى الحشفة الدرجة الثانية بطري كامل للبزر خلينا نقف عن